لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ترياق المحبين وموائل العاشقين وسلوان الصالحين العشاق الذين بسماع حديثه ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم تطيب مجالسهم ويهدأ بالهم وتقر أعينهم فيتتبعون أخباره وخطواته ليمشوا عليها وعلى دربها مرددين قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أعزائي نكمل متوكلين على الله عز وجل في الحديث عن خلق عدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قضائه وحكمه بين الناس وسأتحدث اليوم عن بعض الأمور والقواعد التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضمن العدل في المجتمع فلو اختصم رجلان وادعى أحدهما أن له على الآخر حقا أو مالا فما هو السبيل الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان صلى الله عليه وسلم يطبق الأحكام الشرعية كما أمر الله عز وجل في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم وفقا لأوامر الله تعالى وفي حال التنازع والخصام فلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهواءهم ودعاءاته الخصوم بل كان يتثبت ويتبين قبل الحكم والبت فيها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قاعدة ذهبية تعد مرجعا عظيما عند التنازع والخصام فقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم أي إذا كان الناس عند ادعائهم شيء على الآخرين وزعمهم شيئا فكانوا يعطون ويصدقون لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم يعني لا ادعى الناس أن لي أموال عند ذاك الشخص أو لي دم عندهم فهنا القاعدة الآن التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذن القاعدة تقول البينة على المدعي فالذي يدعي أن له حقا عند غيره تجب عليه البينة أي يجب عليه تقديم ما يلزم من أدلة وبراهين وحجج قوية من أدلة عقلية ومحسوسة وغير ذلك التي تثبت قوله وزعمه وأنه على الحق والحكمة من ذلك أنه إن لم يطالب بالأدلة المثبت لحقه واكتفي بالدعائه وزعمه إذن لحدث الخلل في المجتمع عندها سيدعي الجميع الدعي هؤلاء على هؤلاء وبعض من هؤلاء على هؤلاء كذبا وظلما وجورا سيعم الفوضى إذن هذا الكلام مرفوض هذا الأسلوب مرفوض لذلك لابد من أجل الحق لابد للمدعي من تقديم الأدلة التي تثبت إدعائه هذه القاعدة الأولى التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول القاعدة أيضا واليمين على من أنكر إذن إذا لم يأتي هذا المدعي أبل بينا على إدعائه الآن ماذا سيكون الطرف الآخر عليه إذا أنكر الإدعاء المرفوض ضده فليس عليه في هذه الحالة إلا أن يقدم اليمين يحلف على خلاف ما ادعى عليه خصمه إذن هذه القاعدة أو قسم الثاني من القاعدة الآن إضافة للبينة وإضافة لليمين شرع الله سبحانه وتعالى الشهادة والسماع للشهداء للشهادات الشهود واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة المهمة لإظهار البينة بين الناس حفاظا على حقوقهم وتطبيقا للعدل أيضا نبه الله سبحانه وتعالى الشهداء أن من واجبهم الإدلاء بالشهادة فقال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه يعني لا ترفضوا عليكم أن لا ترفضوا إن أنتم دعيتم من قبل القاضي إلى أن تشهدوا شهادة عليكم أن تشهدوا شهادة الحق هذا واجب شرعيا عليكم وأيضا نهاهم الله سبحانه وتعالى عن كتمان الشهادة بقوله ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم إذن الذي يجب أن لا تسكتوا ويجب أن لا يجب عليكم أن لا تجعلوا الشهادة سرا في قلبكم إذا رأيتم شيئا إذا رأيتم حقا إذا نوديتم إلى الشهادة يجب أن لا تصمتوا يجب أن لا يحو الحائل أن تقولوا الحق هذا واجب عليكم فالذي يكتم الشهادة بعد أن يعلمها فإن قلبه يكون فيه إذن والله يعلم بما في القلوب وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاهد أن يكون عدلا ربما هذا الشاهد يكذب لذلك على الشاهد أن يكون عدلا أهلا للشهادة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائن إذن هذا الذي يخون تكون شهادته فيها مشكلة مجروحة ليس أهلا للشهادة ولا مجلود بحد ولا مجلودة أي أن الذي طبق عليه حد أيضا لا يكون أهلا للشهادة ولذي غمر لأخيه يعني هذا الذي يكون حقد يملأ قلبه على أخيه هذا كيف ستأخذ شهادته هذا سيكون احتمال كبير أن يظلم أخاه ويتكلم ضده بغير حق نتيجة الكراهية والحق إذن الذي يوجد غمر لأخيه في قلبه الذي يوجد حقد في قلبه لأخيه ليس أهلا للشهادة فيما يتعلق بأخيه يعني فيما يتعلق بهذا الشخص الذي يكن له الكراهية كذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم إذن الآن إذا كان هناك مثلا قاضي لا أخلاق له هذه ستكون مشكلة لذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وبيّن أنه لابد أن يكون لدى هذا القاضي علم أخلاق حكمة وشدد على الحاكم أن لا يجنح إلى أحد لا يأخذ رشوة هذه مصيبة إذا كان هناك قاضي أو حاكم يأخذ رشوة وأن يحكم بالعدل بناء على الشهادة والبينة واليمين وأيضا أن يتبين الشهادة جيدا فيما إذا كان الشهداء جديرين بالثقة والاعتماد عليهم وليسوا من الكاذبين المخادعين ربما يكون هذا كاذب مخادع يعطيه أحدا بعض المال ويقول له اشهد في اشهد هناك من يشهدون من أجل المال لذلك لابد من التدقيق في هؤلاء الشهداء فقال صلى الله عليه وسلم محذرا هؤلاء الذين يحكمون في القضاء ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة انظروا الآن مغلولا هذا الأمير هذا المسؤول هذا القاضي يأتي مغلولا الأغلال في يديه لا يفكه إلا العدل إذن لا يفك هذه هذه الأغلال التي على يديه أو الأغلال التي تغل جسمه كله لا يفكها إلا العدل أو يوبقه أي يهلكه الجور إذن أعزائي هنا حذر حذر هذا القاضي حذر هذا الحاكم انتبه العدل يوم القيامة إن لم تعدل ستكون موثقا بالأغلال أما إذا كنت لا تعدل فسيكون هذا سببا لعلكتك وقال صلى الله عليه وسلم في القضاء أيضا منبها القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة من هو فرجل عرف الحق فقضى به إذن هذا الذي عرف أن الحق هنا فطبق الحق ونفذ الحق هذا رجل حكم بالعدل فيدخل إلى الجنة ورجل عرف الحق فجار في الحكم يعني هذا القاضي الذي يعرف أن لفلان حق عند فلان ولكن من أجل واسطة أو من أجل المال أو من أجل أي سبب كان حكم للآخر إذن هذا أيضا يدخل لن يدخل الجنة إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم حكما على أحد إلا ببينة فكان يطالب المدعي بتقديم الأدلة وإن لم تتوفر الأدلة يطالب المدعى عليه بالحلف لكن هنا مسألة مهمة بالنسبة فيما يتعلق بالحلف قلت ربما الذي يأتي ويحلف ربما يحلف كاذبا لذا حذر صلى الله عليه وسلم من أن يعتمد المدعى عليه على الحلف الكاذب ليتهرب مما عليه ويسلم حقوق الآخرين فقال محذرا من حلف على يمين وهو فيها فاجر يعني وهو فيها كاذب غاصب ظالم ليقططع بها ما لم رئم مسلم ما النتيجة يقول يقول صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو غضبان عليه الله أكبر سأذكر حادثة بين صحابي ويهودي اختلفا على الأرض أيضا هذه تتعلق بالحلف كان بين الأشعة بن قيس رضي الله عنه وبين رجل من اليهود أرض ذهب الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له أن لدي أرض بيني وبينه وقال له إن هذا اليهودي جحدني يعني هذا لم يعترف بحقي في الأرض ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أين الدليل هل لديك دليل ألك بين قال الأشعة بن قيس لا يا رسول الله لم يكن عنده دليل لاحظوا كيف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن الأشعة بن قيس هو من صحابته وإذا كان من الصحابة فهو صادق وقوله يعني مصدق فورا لا لا لم يغير صلى الله عليه وسلم من عدله أن الخصم كان يهوديا مثلا وهو صحابي بل طالب الصحابي بالدليل على دعواه ولكن بما أنه لا يوجد لديه دليل لم يبقى إلا الحلف تطبيقا للشرع لذا قال صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف فقال الأشعة يا رسول الله إذن يحلفوا ويذهبوا بماله إذن أعزائي مع إمكانية أن يحلف هذا الخصم ويأخذ الأرض لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن المبادئ التي وضعها من أجل إقامة العدل طالب المدعي بالبينة هل لديك بينة هل لديك أدلة ليس لديها أدلة إذن لم يبقى إلا الحلف والحساب عند رب العالمين سأذكر حديثة أخرى تتعلق بالحلف أيضا حين قتل أحد الصحابة في أرض خيبر في فترة كان فيها صلح بين يهود خيبر والمسلمين ذهب عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيص بن مسعود بن زيد رضي الله عنهما إلى خيبر التي كان يسكنها اليهود فتفرقا لحواجهما كان كل واحد منهما له حاجة فقتل عبد الله بن سهل هناك محيصة عندما عاد رأى عبد الله يتشحط في دمه قتيلا يعني رأاه غارق في دمه مقتولا ذهب وأخبر أهله ذهب أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عبد الله قتل والقاتل غير معروف لا نعرف من هو القاتل لكن بما أنه قتل في أرض خيبر فلابد أن أحد اليهود هو من قتله لابد أن اليهود قتلوه مع وجود احتمال أن اليهود قتلوه لماذا؟ لأنه قتل في أرضهم إلا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا هنا لم يكتفي بذلك بل سأل أهل القتيل هل لديكم من دليل؟ قالوا لا يوجد إذن ماذا بقيا؟ يبقى هذا الحكم في إطار الاحتمال لذا سألهم أن يقسموا يحلفوا على ذلك فقال لهم أتحلفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم يعني أتحلفون بخمسين يعني خمسين منكم أن يأتوا ويحلفوا يمينا ويقولون بالله أن اليهود قتلوا مثلا أو أن شخص معين قتله منهم قال لهم فإن كنتم متأكدين من ذلك وحلفتم حين إذن أقضي لكم بالقصاص منه من هذا القاتل أو بالدية فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد يا رسول الله ولم نرى بأيوننا فقال لهم صلى الله عليه وسلم إذن تبريكم اليهود بخمسين أي تبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم يحلف خمسين منهم أنهم لم يقتلوه يحلفون فتبرأ ساحتكم من دم أخيكم وأيضا يخلصونكم من اليمين وتنتهي الخصومة قالوا كيف نأخذ أي ما نقوم من كفار إذن هم رفضوا لم يوافقوا أن يأخذوا الإيمان من اليهود قالوا لأنهم كافرين بالإسلام فلا نريد في هذه الحالة لم يعد هناك من سبيل إلا استفاء الحق ماذا فعل رسول الله وسلم عقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أي دفع الدية لأهل القتيل وطيب خاطرهم هكذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بين الناس إذن طالب المدعي الأدلة أين الأدلة وطالبه طالبه بالقسم أيضا أو أن تقسم اليهود على أنهم لم يفعلوا ذلك لما لم يتحق كل هذا الأمر رسول الله وسلم فدى الصحابي حتى لا يظلم اليهود ولا يقيم حدا فيه شبهة ولو كان الخصم من اليهود الآن أعزائي لأن الناس يختلفون في قدراتهم في التعبير عن رأيهم وتقديم حججهم الناس الناس متفوتون في ذكائهم منهم من هو لسانه قوي ويعرف كيف يتكلم منهم من هو أكثر فصاح أكثر بيانا لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتمد على شطارته في الحجة بهدف أخذ حقوق الآخرين حذره تحذيرا شديدا سأذكر حادثة في هذا الشأن حدثت حول الموارث مرة جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما أيهما على الحق كان الخصام في موارث بينهما قد درست ليس بينهما بيانا يعني لا يوجد كان التنازع متعلق بهذه المواريد التي إن درست أي إن محت لم يبقى لها من أدلة فلا سبيل لمعرفتها ولم تكن بينهما أي بينا لم يكن هناك ما يثبت أن الحق إلا الدعوة ربما لم يوزع الإرث في وقته بين الورثة الوقت تقدم فصار من الصعب التمييز في الحقوق أو ربما لعدم وجود إثباتات أو عدم وجود شهود أو غير ذلك المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهم إنكم تختصمون إلي يعني أنتم جئتم إلي ليحكم بينكم وإنما أنا بشر هنا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة أن القاضي بشر فهو بشر لا يعلم الغيب لابد أن يسمع من الطرفين ليحكم إذن فنبه قائلا ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإني أقضي له يعني أخذ له من حق أخيه على نحو ما أسمع أن يتوقع أن يكون بعضكم أفصح وأحسن حجة وتعبيرا وأفطن وأبلغ في إظهار الحجة من الفريق الثاني بحيث تكون الحجة قوية وأكثر تأثيرا ولا يكون فيها ثغرات فأحكم بناء على ذلك أقول صلى الله عليه وسلم محذرا فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ لا يأخذ أي من حكمت له من حق أخيه بناء على حجته الكاذبة فإن عليه أن لا يأخذ هذا الشيء لأن حكم له في هذه الحالة لن يجعل ما أخذه حلالا لا لن يكون حلالا حتى ولو حكم لصالحه الحكم في الدنيا لا وزن له في الآخرة هناك الميزان الله يعلم ما في القلوب ويعلم الغيب وحذر أن النتيجة تذلك ستكون فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة الله أكبر الإصطام أعزائي هو المسعار الذي تسعر فيه النار إنه هو حديدة رأسها عريض التي يحركون بها النار كي تشتعل أي أن هذا الشيء الذي اقتطعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون كالمسعار مربوطا بعنق هذا الشخص هذا الذي سلب حق أخيه هذا سيسعر له نار القيامة يوم الحساب عندها تأثر الرجلان و ندمه كل واحد منهما كان في البداية يريد أن يقدم حجة أنا عندي الحق أنا لي الحق لكن عندما سمعه ندمه و بكى كل منهما و قال قال كل واحد حقي لأخي حقي لأخي كل واحد منهما وهب نصيبه للآخر فوجههما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذن الحل بينكما هو الصلح فقال أما إذا قلتما فاذهبا واقتسما اذهبا وقسم الوراثة بينكما و اجتهدا في المصالحة لإنهاء المسألة و نصحهما قائلا ثم توخي الحق بينكما أي عليكما بتقوى الله في القسمة فما قال لهم ثم استهما الاستهام أعزائي هو القرعة الاقتراع يعني قال لهم يمكنكما تقسيم الوراثة بينكما عن طريق القرعة قرعة تقترع هذه لك قطر هذه لك بحيث يكون هناك مساوبة بينهما لكن لا يكون اختيار شيء محدد يعني شخص يقول هذا لي لكي لا يكون هناك مشكلة أي ليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة هذه طريقة الاستهام أو القرعة كانت دارجة في ذلك الزمن حين كانوا يريدون قصد المساواة في اختيار شيء فلا يختارونه بأنفسهم بل يتركون الاختيار حسب القرعة وأيضا هي معروفة في وقتنا هذا هذه القرعة نقول تعالى نفعل شيئا بالقرعة وقال لهم رسوله السلام ثم ليحلل كل منكما صاحبه يعني بعد تقسيم الارد بينكما فليسامح كل منكما الآخر إن بقي له الحق لأن هذه القسمة لن تكون دقيقة مئة بالمئة لابد أن يبقى حق لأحدهما على الآخر لذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم سامحوا بعضكما ليعتبر كل واحد منكما ما أخذ له حل أخيه هكذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يستخدم طرف ذكائه وقوة بيانه ليأخذ حق أخيه وأخبر أن القادي بشرا لا يعلم الغيب يحكم بناء على ما يسمع وأن الحاكم في هذه الحالة يعمل بما يستطيع لكن الحكم هو حكم دنيوي لا يجعل من الشيء المسلوب بقوة البيان والحجة حلال يوم القيامة اتبه هذا لا يكون حلال يوم القيامة وإنما سيكون هذا الشيء أداة للعذاب حتى لو حكم لك أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فإن حكمه في تلك الحالة لا يجعل الحق لك ولا يكون حكمه منج لك يوم الحساب وحكم الحاكم لا يحل حراما إذن أسس نبينا صلى الله عليه وسلم لنظام قضاء قوي متين في المدينة المنورة وتولى بنفسه القضاء بين الناس وعلم الصحابة قولا وفعلا القواعد والتشريعات التي إنهم عملوا بها حققوا العدلة في المجتمع وحين دخلت مناطق جديدة تحت حكومة الإسلام بدأ صلى الله عليه وسلم يرسل من صحابته أمراء وولاء وقضاء ليحكموا بين الناس ويقضوا بينهم كان منهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه وكان من بينهم معاذ بن جبر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة فكان صلى الله عليه وسلم قبل ذهابهم يزودهم بالنصائح اللازمة لعملهم ويوجههم أن يحكموا بموجب القرآن وبموجب السنة وإذا لم يدوا فيشتهدوا ومن بعده صلى الله عليه وسلم توسعت رقعة الإسلام في ظل الخلافة الراشدة فطور الخلفاء نظام القضاء بما يتناسب مع توسع رقعة الإسلام مستنين بأسوته صلى الله عليه وسلم في العدل أعزائي المشاهدين إخوتي وأخواتي هذا كان عن قواعد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في مجتمعه لكي يحقق العدل أستودعكم وعلى أمل لقائبكم في حلقة أخرى عن أسوته النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا